في سياق آخر استقبل وزير التجارة عجلاب اليوم بمقر دائراته الوزرية بالمحمدية بالجزائر العاصمة المدير التنفيذي لبرنامج التجارة بجامعة هارفارد الأمريكية كخاكفان غاستيك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيد جون ديغوشر أين تنول الطرفان جملة من الاقتراحات حول مشاريع الشراكة البينية وخلال اللقاء عبر سفير الولايات المتحدة عن أمله الكبير في تجسيد رغبة المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين في ولوج السوق الجزائرية ميدانيا باعتبار أن مناخ الأعمال بالجزائر أصبح جذابا لاستقطاب الاستثمارات وقد دعا الوزير الشريك الأمريكي للمساهمة في رفع حصة صادرات الجزائر خارج المحروقات سيما بعد إلغاء القاعدة 51-49 وخاصة في مجال المنتجات الغذائية والفلاحية وقطاع السياحة ترجمة نانسي قنقر